أهلا بحضراتكم أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وخلال الاتصال تقدم الرئيس السيسي بالتهناء لرئيس العراقي على نيل ثقة البرلمان واختيره رئيسا جديدا للجمهورية العراقية متمنيا له النجاح والتوفيق مؤكدا دعم مصر ثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق والحرص على الاستمرار في دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات من جانبه تقدم الرئيس العراقي بالشكر إلى الرئيس السيسي على اللفتة الكريمة مشيدا بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق مؤكدا حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي فضلا عن الدور المصري في تعزيز أليات العمل العربي المشترك